الأهلي السابق شريف إكرامي إلى بيراميدز الإعلان سيكون يوم الجمعة المقبل بعد يومين من دلوقتي في إعلان رسمي بنفس الطريقة مختلفة شوية هقول لكم ليه اللي قدم بها وبعد 18 يوما من إعلان زوج شقيقته أو الكابتن رمضان صبحي اللي كان قائده في الفريق كابتن شريف إكرامي شريف إكرامي سيقدم حارسا جديدا في صفوف بيراميدز مع صلاحيات مختلفة مع طريقة قيادة مختلفة يحصل عليها اللاعب المتوج بألقاب عديدة جدا مع النادي الأهلي في فترة سابقة واللي انتهت علاقته مع الأهلي بشكل مختلف عما كان متوقعا يوم الجمعة اللي جاي ليه بقول إن الموضوع هيكون مختلف عن مؤتمر رمضان صبحي يوم الجمعة الساعة سبعة بدعوة لوسائد الإعلام المختلفة هتتم خلال الساعات المقبلة شريف إكرامي أولا رمضان صبحي وقت المؤتمر الصحفي جمعت الأسئلة من الصحفيين وراحت لمنصق إعلامي فتم فلتارة الأسئلة قبل أن تلقى على رمضان صبحي اللي أجاب لوسائد الإعلام شريف إكرامي اتقلوا إن دا اللي هيحصل في المؤتمر بتاعك قال لهم لا المؤتمر الصحفي يتعمل تدعى كل وسائد الإعلام بشكل طبيعي وتفتح الأسئلة بشكل عشوائي أي سؤال أنا جاهز للرد عليه ولتوضيح الأمور بشكل كبير الرد بقى على موقفه من إدارة الأهلي الرد على طموحه مع بيرامدز الرد على منافسة محتملة مع مهدي سليمان وأحمد الشناوي الرد على كيف انضم إلى بيرامدز هل كان له يد في انضمام رمضان صبحي إلى بيرامدز كل الأسئلة دي ربما أجاب عنها في وقت سابق لكن سيجيب عنها في وقت مقبل يوم الجمعة اللي جاي لما كان موجود معنا هنا شريف تكلم لكن قد يكون الأمور تحتاج إلى توضيح أكتر يوم الجمعة اللي جاي الملقب بوحش أفريقيا ونجل وحش أفريقيا الكابتن إكرامي سيصبح لاعبا جديدا في نادي بيرامدز ليزال هذا الشعار شعار الأهلي وينضم شعار جديد على قميصه بعد سنوات طويلة وهو شعار نادي بيرامدز الباحث عن تتويجات لكنها لم تحدث حتى الآن ربما يتم دفت كونفدرالية إن شاء الله أو على المنافسات المحلية في المستقبل